شكراً لكم الكرام، فاصل قصير رح نتواصل معكم من خلال البث المباشر من داخل قاعة المنتدى ورح نرجع من جديد ونستقبل ضيوف في استوديو ديوان جداً شكراً لمتابعتكم مزيد من الحوار المباشر بعد الفاصل منتدى جد الاقتصاد 2013 يأتيكم برعاية المترجم للقناة ماهو العملية المنزل من الوظمين وكيف يمكننا أن نقوم كريات أمين برعاية مجتمع 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 ما يجعله سطيه بالإمتادة والمتارج قدية المنزل المنزلية المنزلية ي يتواصل من أمين تجمع مجتمع for the topic we are discussing today. The topic of sustainable cities. The first one is cities are well run with effective and inclusive participation, representation and above all leadership. Cities are also well connected with good موضوع بشيثة في الحنسيات والشببgnات والتغطالة Deutschland معظلة المع Scriptures من نصاون crisis مساعدة الفيما هذا هو ايضا وأنا الأن الفياصي وهي واحد تشيط الوحوظة ده الشيطة الدعام يتشكل بش kommري الاشتراك الشنيه بشكل المعباح الشيطة تحقيق المثال تحديثة أحيش أك 어떡 ال Burg التواصل التي أريد أن أريد أن أشترك أن المدير بأنقل مختلفة بأن يكون دائماً للمشيقين يريد أن يجعلون مكان للمشيقين بأن تكون الوحيدة بأن المعارضة أroch ، لدينا مقارنة كثيرة للتعامل لتحدث عن هذه الأشياء أدعوذين أن أعطينا أولاً من الأجل الصراحة لنبدأ بالنسبة لنبدأ بالنسبة لنبدأ مراناوت مونتبورغي المنزل للإنسان في فرنسي ثم نميز لنبدأ جالت عوات فوانور من جرنية وموضوع من الأكتس في المنزل العربية وهو مجموعة في مصدر صديق سنة 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 سنة. وخصوصاً وخصوصاً نعمل على الرشا عقرال ، الممتدر للتصواتيات المتحدة ، لديه ، وخصوصاً لديه ، وخصوصاً لديه ، ولكن أولاً نحن نحن إلى الوقت ، سألتك أنه سيكون لديه ، ويجبه ، شكرا على المشاهدة في عدد للتصوير في شركة الشركات جزيلاً أحسن إذنهي أحسن إذنهي يا أفقر الأمام، وسأسف الأمام، أنا جميل للتنامي في هذه حديث في هذه القناة على وقت المتتاحات المتابعة. أولا أريد أن أعجب المترجم للغاية السعودية للتقاية لتقاية هذه المترجمة و على أي د引ل المترجمية المدرجة للقناة أجل هذا مهم وأن المستقبل لقد أردتني إلى عدد المحل عادي للعرض العربية للفدادة لنزل المنزل، نتخلل الإنجابات وإنجابات الإنجابات وأنا جمعًا نقوم بعمل من ما تتحدثون عنه هذا ليس معذر، إنه وضع في المعرفة في حدود وضعينا في المنزل المنزل ومعالي التي تحتاج إلى التخصص من المستخدمين على تحديث عن هذه المنزل وطنق هذا المنزل لكيزة تحتاج إلى نزل البداية مختلفة المحلات الأولى والحبات للتعامل للقناة والتحديد من المتعامل والإنفعات لكنهم أيضاً مباركة المكان. المنطقة المنطقة المتعاملين ستكون على نظر نظر إلى نفس التعامل للعبير الأنفضل. هذه المنطقة بفعلة لأسفارة المندية في المنطقة المنزل بالدرجات المنطقة من المنطقة بأسفارة المنطقة ومع الحديث المنطقة التي تنزل في السمارة ومع الاسفارة المنطقة أنه سلطة مددًا انعالي النرجا ، أن تخاطرها إلى تنتظارات الحديث ويجعل مرات تحديثا آخر مدرسة 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 بإمكانها والكتوات مبتعان داخل المشكلة. الدولة الموضوعية المدرسة المترجمات والمدرسة المختلفة بسرعة أمام بردسة مدرسة مستوى قبل أن تتعرض المدرسة مدرسة مدرسة أساسية تلك الهاتفة مثل وضع الأمام المرمان المغرمات والقديام تكون بسرائيلة المغرمات والحيانية، تنسية بسارة والحيانية نتحرك بسارة قاعدة هذه المناطقات والأول هذه الخاصة في الاحيان الفرنجة منه القارنة ويقوم بإرادة نقاط بعمل أنبع على الج Latimer فرنجان يين والعيارات الواضحية are at the forefront of efforts to minimize the negative impact of urbanization. Central government promotes consistent and balanced growth between cities. Central government also ensures finances for major public works projects as very often are less profitably than other activities. local authorities are heavily involved in promoting the economic and social life through organizing public transport, watching over the health and quality of life of their citizens and by effective resource management, particularly via energy efficiency and use the smart grids. All of these sectors are dependent on technologies and know-how. المدينة الممتعينة هي لذلك ممتعين من قدرات كميزة ونهيئة مجموعة الإنسانية. في فرنسة أكثر من 12.000 عمليات ممتعين في تيكواتيك ويقومون أكثر من 550.000 عمليات ممتعين في فرنسة العصر. لأداء صلاة العصر نعود بعدها لمتابعة الجلسة التي هي بعنوان تطوير إطار العمل المؤسسي من أجل بناء مدينة مثالية في المملكة العربية السعودية. فإلى الموعد. مزيد من الحوار المباشر بعد الفاصل. منتدى جدة الاقتصاد 2013 يأتيكم برعاية ترجمة نانسي قنقر أمير مكة يحاور الشباب. حوار بين الشباب السعودي وأمير منطقة مكة المكرمة في إحدى الجلسات بمنتدى جدة الاقتصادي. الثامن عشر من مارس الإسكان والنمو السكاني فقط على قناة ديوان منتدى جدة الاقتصادي كون اسمه من عام 2000. والحمد لله يعني يمكن زمان قبل يعني في بدايات منتدى جدة كان التسويق للمنتدى بنلاقي فيه صعوبة. لكن بعد ما صار المنتدى لو اسمه ولو سمعته صار عالمي. الحمد لله يعني سار النجاح أكبر وسار التنظيم والتسويق له أسهل. والله لا شك أن منتدى جدة الاقتصادي أصبح يعني معلم وظاهرة يعني ثقافية وحضارية اقتصادية بارزة في فعاليات مدينة جدة عروس البحر الأحمر. وأصبحت الناس مرتبطة الآن سنويا بهذا المنتدى فبالتالي يعني المنتدى حقيقة فرغ نفسه على الساحل. تابعوا معنا تغطية مباشرة لمنتدى جدة الاقتصادي في الأوقات التالية. السبت من الثامنة مساء وحتى العاشرة والنصف ليلا. الأحد من الواحد ظهرا وحتى السادسة والنصف مساء. الاثنين من الواحد ظهرا وحتى السادسة والنصف مساء. منتدى جدة الاقتصادي 2013 يأتيكم برعاية تتابعون الآن تغطية الحياة ومباشرة لمنتدى جدة الاقتصادي 2013. مباشرة لمتدى جدة الاقتصادي بقاعة الهيلتون في مدينة جدة. كما قال الزمين محمد طميحي أن الجلسة التالية سوف تكون تطوير إطار العمل المؤسسي من أجل بناء مدينة مثالية في المملكة العربية السعودية. سيكون رئيس الجلسة سعادة الدكتور فواز العليمي وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق للشؤون الفنية. معالي الدكتور للمتحدثين سيكون معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير وزارة التجارة والصناعة. معالي الدكتور شويش الضواحي وزير الإسكان. معالي الدكتور محمد الجاسر الوزير وزارة الاقتصاد والتخطيط. معالي الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقدة العربي السعودي واخيرا المتحدث معالي الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة طبعا الديفايس هذا الجديد يعني لسه اليوم احنا نكتشفه أنا وزميلتي انه فعليا يعني احنا نبدأ احنا نتكلم في موضوع السمارت سيتي والمدنة التنافسية هنا ما شاء الله الشباب المنتجة جدا الاقتصادي نسوينا الايبوت الديفايس هذا بدل ما يكون عندنا ورقة الورقة دي ممكن تترمي مكتوب فيها الفقرات حق الحلقة لا بيوزع على كل الضيوف الديفايس هذا اللي بيكون فيه الجلسة استراحة الصلاة الاختتام اليوم مقدمة اليوم نبدأها سمارت بسمارت ايش رايي؟ فقرح نايف هو اختراع ذكي جدا لكن خلينا كمان نلقي نظرة سريعة على وسائل التواصل الاجتماعي اكيد على الهاشتاغ الخاصة بممتدة جدا الاقتصادي رح نشوف ابرز ما قيل في هذا الهاشتاغ مثلا فارس التركي بيقول الزيادة السنوية في استخدام الكهرباء في السعودية تزيد عن 10 بالمئة سنويا و50 بالمئة يذهب للمساكن لذلك لا يمكن الاستمرار ببناء بنفس التقنيات هذا رأي فارس التركي كمان من ابرز الحضور ابي البشير ريان كركدان لهم حضور واضح في المنتدى وبيشاركوا بصورة فعالة في الهاشتاغ الخاص به عاصم الغام دي كمان الصحفي المشهور في قناة الجزيرة بيقول انه الرؤية المستقبلية للإسكان في جلسة وزارية بمنتدى جدا هو بيثني على هذه الجلسة وبيقول انها جلسة مميزة كانت نايف عندك اي مشاركات اخرى في كلمة للي تشان في الهاشتاغ حق منتدى جدا الاقتصادي اللي بيقول نجاح خلاصة نجاح اي مدينة مثل ما في سنغفورا مكان عمل للانتاج مكان مريح للسكن مكان ممتع للفسحة واللعب اعتقد نفس النقاش هذا اللي تكلمناه فيه انه كيف نبدأ احنا مدينة ذكية انه نكون يعني فيها الخمسة نقاط اللي هي الهيلث كير الصحة الترفيه التعليم المواصلات وهذه اهم حاجة خامس وحدة نسيت بس ما نعرف الشي بس في وحدة في خامس حاجة لنحنا نكون منظومة المدينة الذكية والمدينة التنافسية طبعا انا اتصدمت لما كان معاي ضيف شوية كان بيتكلم عن بقول له ايش راك في المدينة التنافسية وايش الفرق بينها وبين المدينة الذكية اكتشفت في الخير انه المدينة التنافسية هي هي المدينة الذكية صحيح كنا نفتكر ان المدينة التنافسية هي مدينة زي جدة والرياض والشرقية انه فيها الـ الـ الاقتصاد الناس الزحمة الـ اماكن الترفيئة بس هي طلعت المنظومة مدينة التنافسية هي المدينة الذكية هم�� يمكن فيها خدمات ال Naturالاتية ميسرة我们 Caucasian مسهلة يمكن فيowej مسميات نحتاج ان انبسطها عشان يفهموها الشباب انا كنت فاهم ان المدينة الذكية فعلاً ان هي تكون مدينة هميات دي جد UFF فيها انترنت؟ أنا لسه يعني من فترة صدفت أني سويت بحث في المدن الزكية إلى الآن لم يوجد يعني تعريف كامل تعريف كامل للمدن الزكية فالمدن الزكية فيها يعني نقاشات كتير وباحثين قالوا عنها كتير بس خلاصة المدينة الزكية إنها تجعل حياتك أسهل فإنه يكون عندك انترنت إحنا كمان بنشوف عندنا في مدينة ينبع إنه في الإشارات مثلاً الشوارع كلها فاضية وفيه إشارة فيها زحمة لا الإشارات التقفل الفاضية وتفتح الإشارة الزكية هذه مدينة ذكية تواصل الإنترنت هذه مدينة ذكية إنه عيش في بلوك ما أحتاج ولا حاجة من بره يكون عندي بانك سيستم يكون عندي هيلف كير يكون عندي تراسبرتيشن يكون عندي سكول يكون عندي جامعات يكون عندي كل حاجة وإذن ضمن الممظومة اللي نعايش فيها والسيرك اللي نعايش فيه قريباً يعني دبي بدأت تشتغل في هذا الشيء صحيح نايف كمان في دبي في شيء مميز إنه في مدن مقسمة مثلاً هذه مدينة إعلامية هذه مدينة اقتصادية هذه مدينة يعني تقسيم معين مدينة جامعية بحسب كل الجامعات بتتركز في مكان واحد أكيد هذه بتسهل يعني بتسهل سير الحركة المرور بتسهل وصول الموظفين في المكان بتسهل العلاقات الاجتماعية بين أكثر من قطاع كمان يهمنا ننوه إنه الشريك المعرفي لمتدى جدل الاقتصادي إيرنست ويونغ إنه بيتيح تحميل تطبيق أبليكيشن على الهواتف الذكية وعلى الآيباد بحيث إنه كل اللي ما سنحت له فرصة إنه يحضر فعاليات المنتدى ممكن إنه يتابع كل الإنجازات اللي بتحصل أول بأول للشباب اللي موجودين على تويتر على الهاشتاغ أحبوا قل لكم كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاعلوا بالخير يتجدوا أنا عارفة إنت نايف لش اللقاء بالتعليق أيو فيه في الهاشتاغ كاتب على الإسكان ريان كركدان بيقول أقل شيء أتوقع من حضوري أني أطلع بشقة بما أني متزوج حديثا وعمر حسين كما له مشاركة بيقول فيها سوى عمر حسين ثاني أنه يعني الموضوع شيء روتيني أكثر من إنه شيء بنطلع منه بفائدة بس أنا راح أكرر وأقول زي ما قلنا يفتفعلوا بالخير يتجدوا هو بيقولوا أن المنتدات بتمر بثلاثة مراحل المرحلة الأولى اليوم الأول الاستقبال اليوم الثاني غالبا ما أحد بيحضر لأنه يوم روتيني ثالث يوم بيجوا الناس بيلموا أغراضهم وبيمشوا فإحنا هو شخص كوميدي يعني دايما الحس الكوميدي دايما حاضر معاه في كل بكان وعمر حسين رأي عام لكن الهدف أنه صوت الشباب مهم رأي الشباب مهم نحتاج أنه نفاعل بالذات الشخصيات المشهورة الفعالة إلى صوتها مسموع في المجتمع الشبابي نحتاج أنه يكون هو يقود الرأي الشبابي نحو الوعي أكتر بأهمية هذه المنتديات لأنها فعلا بتساهم في حل مشكلة أساسية هي مشكلة غلاء السكن مشكلة توفير السكن مشكلة المدن التنافسية والذكية كل هذه الأمور تفيد الشاب أكتر من أي أحد فعاليا نحن نحتاجين نقط بناء والحمد لله نحن دايما في المملكة الرأبية السعودية عندنا كذا شخص نقدر نقول عنه رأي عام ومن ضمنهم يعني عمر حسين هذا الشخص يجب أن نأخذه على محمل الجد يعني هو كوميدي بس بيقول كلام له قيمة بنتكلم على منتدى جدة الاقتصادي إحنا دي حين قاعدين نتكلم على مشكلة الإسكان ممكن يعني في ناس أنا سمعت يعني في الباكستيج أنه في ناس يقول لك طب لا هم محضرين للسنة الجاية منتدى جدة الاقتصادي حيتكلم عن إيش فمن الكومنس اللي بتطلع طيب هل يا جماعة الخير أنتم بس حتحتفلوا الثلاثة الأيام هذه ونتعشى ونكون حبايب ونخرج من دال منتدى لفكر إيش حسوي منتدى الجاية ولا حنطبق الشي هذا نشوف من الناس اللي في لندن عندهم 16 مدينة زكية أخذوا وقت طويل عشان يسووا هذا الشي فيحنا نتمنى ونطلب من الناس أن ينتقدوا نقد بناء في هذه المنظومة عشان نقدر نطلع بفائدة لأنه غير نقدر لا نطلع أي فائدة رح نتابع البث المباشر داخل قاعة المتدى الرئيسية في ثاني يوم من فعاليات منتدى جدة الاقتصادي لعام 2013 لكن تغطيتنا أكيد ما زالت مستمرة بعد الفاصل مزيد من الحوار المباشر بعد الفاصل منتدى جدة الاقتصادي 2013 يأتيكم برعاية مزيد من الحوار المباشر بعد الفاصل منتدى جدة الاقتصادي 2013 يأتيكم برعاية شارك وكن شاهداً على الرؤية المستقبلية للإسكان من السادس عشر إلى الثامن عشر من مارس الموافق من الرابع إلى السادس من جماد الأول في منتدى جدة الاقتصادي الإسكان والنمو السكاني فندق هلتون جدة فقط وحصرياً على قناة ديوان مشاكل طبعاً الإسكان اللي بيعاني فيها الوضع الحالي بالنسبة للمواطنين السعوديين لغلاء طبعاً العقارات الموجودة وهذا طبعاً إن شاء الله يكون له أهداف إيجابية جيدة بحيث أن يحد من ارتفاع أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية خاصة بالنسبة لشريحة متوسطة الدخل أو الكل يعاني من أزمة الإسكان وموضوع الإسكان والمتدى إن شاء الله سوف يخرج بحاجات كثيرة تكون فيها الفائدة للجميع وأيضاً التطرق لكل المشاكل التي يتعرض لهذه الإنسان بالنسبة لموضوع الإسكان وأيضاً النمو السكاني أتكلم أنه هو الآن حديث الساعة بالنسبة للمواطن السعودي والسعوديين بصفة عامة فمتوقعاً لهذا المنتدى أنه سيكون للأوامل الإيجابية تؤدي في النهاية إلى إسعادة جميع الأطراف المواطن ومتلكي العقار وهذا الشيء إن شاء الله يكون من البوادر التي يتقدمها المنتدى الاقتصادية في المملكة العربية السعودية منتدى جدة الاقتصاد 2013 يأتيكم برعاية تتابعون الآن تغطية الحية ومباشرة لمنتدى جدة الاقتصاد 2013 أهلاً وسهلاً أعزائي المشاهدين عودة مجدداً في تغطية منتدى جدة الاقتصادي 2013 وأنا أتمنى زي ما قال أستاذ محمد أن المشاريع هذه كلها تشوف النور والاستراتيجيات اللي وضعت لكن دحين نحن عندنا إشار في تويتر راح يكون معنا أستاذ وليد سموم مقدم برنامج يوتيوب إشار في تويتر هو الأستاذ فارس التركي كاتب ومحلل اقتصادي كيف حالكم شباب؟ نرحب بكم ضيوفنا في الاستوديو البداية راح تكون مع أستاذ فارس التركي طبعاً أكتر تويتر يعني أدى ولوها الناس اللي موجودين في المنتدى واللي سموا عن المنتدى هي كلمة الشيخ صالح كامل لمن قال أنه 60% من المجتمع السعودي يمتلك سكن كونك كاتب اقتصادي تعليقك على هذه التغريدة هذه المعلومة من أكثر المعلومات اللي أسيق فهمها لأنه المقصود بال60% هي نسبة السعوديين اللي اسكنوا في بيت ملك وليس نسبة السعوديين اللي يملكوا بيت يعني كمثال مثلاً عند الوالد ومسلاً والوالدة ونحن خمسة أولاد في البيت كذا سبعة نحن نعتبر كلنا نسكن في ملك وليس إنه كل واحد فينا عنده ملك فعشان كده عندما تسمع 60% تستغرب كيف ستين في المية؟ وعقول أن أكثر ناس اللي أفهم ما عندهم سكن صحيح لا بس 60% تشمل الناس اللي يسكنوا في بيت ملك طيب اليوم كان معي أنا في انترفيو دكتور صادق وكان بيقول أنه 62% من الشعب السعودي 62% من الشعب السعودي لا يملك سكن أنا مقاروح مع مين إيمو عشان التوضيح زيما فهمتك يملك سكن غير وأنه يسكن في سكن ملك غير يعني 62% من الشعب السعودي لا يملك سكن هذه صحيحة لا هذه صحيحة أو لا هذه يبغالها تحقيق ثاني طيب تقريبا لكن دعينا نعديك المعلومات المزبوطة تقريبا 62% من السعودي يسكنوا في سكن ملك سواء يملكوا أو ساكن مع أبو أو مع العيلة النسبة للسعوديين الذين يملكوا مسكن بنفسهم يعني حدود 20% إلى 30% ماكسموم السعوديين كم فلمية يملكوا يسكنوا في إيجار؟ لا السؤال خلاص إذا افترضنا الباقي خلاص 20% أو 30% يعني هما 20%؟ لا 20% أو 30% من 20% إلى 30% يسكنوا يملكوا السكن تمام يملكوا السكن وقال لك بعدين إذا 60% 60% يسكن في سكن ملكي يعني عندك 40% ساكن إيجار على الأغلب طيب أستد وليد حياك الله إستار في تويتر والمنتدى هذه المرة إستار في تويتر والمنتدى طبعاً إحنا زي ما قلنا أمس المشاهدين الكرامي سنقول ليش حصل في تويتر من أحداث على المنتدى أمس كان الوضع شوية خفيف اليوم لا من بعد الافتتاح أو بعد جلستنا وانتشار كلمة الشيخ صالح كامل اللي برضو زي ما قال أخفارس وانتشرت عليها شوية ضجة ووسيق فيه فعلاً تمام زي ما وضحها فارس تقريباً عدد التغريدات اللي على أربع هشتاقات الخاصة بالمنتدى وصلت لألف وخمسمية تغريدة اللي بتقول؟ طبعاً على طريقة أجساد في تويتر بيحصل معانا في الأستديو الخلفية أنه معالي الوزير معالي الوزراء التنفيق الربيع فعلاً نجسة الخيرة كانت جسد الوزراء يسموها سحيح نرجع لك مرة ثانية أستاذ فارس في تغريدة غردتها وقلت سؤال هجومي أي إنه إيش علاقة ظهور الوزراء في الإعلام وارتفاع العقارات كان هذا سؤال مباشر منك كنت تتمنى إنه تطرحوا لمعالي الوزير؟ هذا سؤال إنساءل من أحد الأشخاص في المتدى آه يعني السؤال أنت تبنيت الصوت ورجعت غرت به من جديد نعم بالضبط نعم المتدى ماشي باتجاه إيجابي وأن الأمور سليمة والوضع طيب في عندنا مشاكل خفيفة لا ترتقي إنها تكون أزمة فبعض الناس يعني أحب يوضح على صورة إنه نحن عندنا أزمة يعني